تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى مجازي أخبار الآن قالت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية أن تعزيزات أمريكية تشمل مركبات وآليات عسكرية وصلت إلى مدينة الرقة وسابق أن ظهر مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ريك ماغوريك في منطقة عين عيسى شمالي الرقة برفقة عدد كبير من أفراد قوات سوريا الديمقراطية هذا وتشارك القوات الأمريكية بشكل مباشر في دعم قوات سوريا الديمقراطية على جبهاتها مع تنظيم داعش في مدينة الرقة إضافة إلى إسناد طائرات قوات التحالف الدولي التي أسهمت في سيطرة الأخيرة على عدة أحياء داخل المدينة قال مصدر في وزارة الخارجية العراقية إن أربع ألمانيات إجمالا ضمن مجموعة من النساء أسرت هنا القوات العراقية في مدينة الموصل الأسبوع الماضي وبحسب تقارير صحفية ألمانية فإن العائق الذي يحول دون ترحيل المعتقلين الألمان في العراق هو عدم وجود اتفاقيات أمنية مثل اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومة العراقية والألمانية ولكن متحدثة باسم وزارة العدل الألمانية أكدت إمكانية التعاون المشترك مع بغداد لترحيلهم إلى ألمانيا أعلمت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الحكومية تفرض طوقا محكما على قاعدة خالد العسكرية في جنوب تعز وقصف طائرة قوات التحالف العربي القاعدة العسكرية ما تسبب بقتل وجرح عدد من أفراد الميليشيات وتدمير أسلحة قتل ستة وعشرون جنديا أفغانيا على الأقل وأصيب ثلاثة عشر أخرون بجروح في هجوم نفذته طالبان اليوم على قاعدة في ولاية قندهار جنوبي البلاد وصرح المتحدث باسم الوزارة الأفغانية أن جنود قاوموا ببسالة وقتلوا أكثر من ثمانين إرهابيا رصدت جيش الأمريكي مؤشرات توحي باستعداد كوريا الشمالية لإجراء تجربة صاروخية جديدة قد تكون لصاروخ باليستي عابر للقارات وقال مسؤول عسكري إنه في حال جرت التجربة فمن المرجح أن تكون في السابع والعشرين من شهر تموز يوليو الحالي الذي يصادف تاريخ توقيع الهدنة بين الكوريتين اعتقلت شرطة سويسرية بعد عملية بحث مكثفة مهاجمة مسلحة بمنشار بعد يوم من اقتحامه مكتبا لشركة تأمين في بلدة شافنهاوزن السويسرية واصابته لاثنين من الموظفين ولم يتضح الدافع وراء مهاجمة الرجل للموظفين الذين أصيب أحدهما إصابة خطيرة وكانت السلطات قد أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق المشتبه به مع قيام الشرطة بعمليات بحث مكثفة في أمان الله اشتركوا في القناة